اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى ضيوف الرحمن والمقبلين إلى حج بيت الله الحرام برنامج مناسك الراغبين يقدم لكم كل ما يهمكم في رحلتكم المعنوية إلى الديار المقدسة مع سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي ستتعرفون على كل مناسك الحج خطوة بخطوة مناسك الراغبين دليل الحاج إلى الديار المقدسة موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وآل بيت الطيبين الظاهرين مشاهدين الأكام سلام الله عليكم أرحب بكم مجددا في برنامج مناسك الراغبين الذي يتناول مناسك الحج والعمرة ومع ضيفي الكريم سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد قاسم الجلالي السلام عليكم سيدنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرحب بك سيدنا مجددا في هذه الحلقة وانتهينا وإياكم إلى نقطة الفسوق وهي من محرمات الإحرام كذلك إذا تحبون أن تسلطون الضوء وتكملون هذه النقطة فضلوا سيدنا أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين فيما يتعلق بالمحظور السادس من محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء هو الفسوق الفسوق قلنا معناه الانحراف وقلنا أن الفسوق يشمل الكذب والسباب والمفاخرة وذكرنا بأن المفاخرة المراد منها انتقاص الآخر يفتخر الإنسان بنسبه يفتخر بحسبه يفتخر بماله يفتخر بجاهه إذا كان المراد من ذلك هو انتقاص الطرف الآخر فهذا ماذا؟ غير جائز وأما إذا كان المراد به لا يريد يعرف عن نفسه يقول أنا من فلان قبيلة أنا مثلا عندي هذا المقدرة هذا ما بيشكار الفسوق في الواقع ما فيه كفارة لا كفارة في الفسوق إلا الاستغفار نعم الأحوط استحبابا يستحب لمن؟ مارس الفسوق هو في الواقع أن يكفر ببقرة هذا استحبابا هذا فيما يتعلق بالفسوق أحسنتم سيدنا أحسن الله إليكم انتهينا هذه النقطة السابعة ننتقل إلى النقطة الثامنة وهي الجدال إذا تشيرون وتسلطون الضوء عليها سماعتكم سيدنا أحسنتم النقطة الأخرى هي الجدال من المحرمات المشتركة بين الرجال والنساء وهو الجدال شين هو الجدال؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدالة شين هو الجدالة؟ ولا جدالة في الحج الجدال هو الحلف في الإخبار على إثبات شيء أو نفي شيء بحيث يكون مجتمل على لفظ الجلالة سواء كان بالعربية أو غير العربية بالفارسية بالأردو بالهندي بالإنجليزي مثلا يقول لا والله يخبر بلا والله هذا من الجدال المحرم أثناء الإحرام وطبعا هذا مورد ابتلاء كثير فينبغي على الإنسان الحاج أن يضبط نفسه لأن الحاج انضباط الإحرام كونترول فإلازم يسيطر الإنسان على نفسه نعم سيدنا هل وجد استثناءات في الحلف؟ نعم ذكر الفقهاء موارد للاستثناءات في الجدال الذي هو الحلف أولا يمين المناشدة يمين المناشدة هذا معروف مثلا تقول لا أسألك بالله أن تبين لي المسألة الكذائية نعم هذا أنا ما حلفت هاي مناشدة هذا يمين مناشدة هذا ما بي إشكال نحن قلنا شنو عرفنا الجدال؟ عرفنا هو الحلف في الإخبار يريد يخبر عن شيء ينفي شيء أو يثبت شيء ومجتمل بلفظ الجلالة أما إذا كان اليمين للمناشدة فما بي إشكال أو كان يمين أولا إذن يمين المناشدة يستثنى؟ نعم اثنين يستثنى يمين العقد وهو ما وقع تأكيده لما يلتزم به مثل والله لأثبتن لك الحكم الشرعي هذا ليس من الجدال وهذا مو من الإخبار بقضية نعم معينة ومو من في قضية معينة نعم لا هذا أنا عاهدتك أن شنو؟ أن أثبت لك حكما شرعيا قلت لك والله سوف أثبت لك الحكم الشرعي هذا ما بي إشكال نعم وأيضا يستثنى من حرمة الجدال كل موردين يتضرر المكلف من تركه شوف الإسلام إشكال عظيم إسلام ما يحب أن يورد على الإنسان ضرر صحيح إسألت محرم لكن هذا إحرامك ما يدعو بك إلى أن شنو تتحمل الضرر فإذا كان عدم الحلف يؤدي بك إلى الضرر ها؟ نعم أو يؤدي إلى إذهاب الحق إذهاق الحق نعم وإحقاق الباطل هذا ما يجوز ما يجوز احلف إذا أدى إلى أن تثبت الحق وأدى إلى أن تزهق الباطل من خلال الحلف واحد يثق بك إذا أحلفت وقلت هذه المسألة حق هذا واجب عليك ما فيه إشكال حالة الإحرام نعم بلين سيدنا هل هناك فرق بين الحلف الصادق والكاذب؟ هل وجد فرق بينهما؟ نعم نعم أولاً في مسألة الإحرام لا فرق يحرم على المحرم الحلف وقلنا هي بالآية شنو المراد بالحلف؟ الجدال يحرم الحلف الجدال صادقاً كان أم كاذبة لكن القسم الصادق قلنا يا قسم صادق نعم القسم اللي فيه شنو؟ مناشد المناشدة ما بيإشكال نعم العقد ما بيإشكال نعم العقد ما بيإشكال دفع الضرر ما بيإشكال فقط اللي بيإشكال إذا مو لدفع الضرر وتحلف بإخبار شيء تقول له ترى والله هسه مثلاً شنو؟ نعم تغيب الشمس نعم والله ترى هسه شنو؟ تطلع الشمس نعم والله ترى السيارة ما رح تجي هذا إخبار له مو إخبار إخبار نعم هذا ما يجوز هو صدقاً السيارة ما رح تجي نعم هذا ما يجوز إذن القسم الصادق الذي يكون لأجل الإخبار مو لأجل المناشدة نعم لا والله ما أشتهي هذا محرام نعم لا هذا مناشدة لا والله ما أشتهي يعني نعم لا والله بلا عليك مثل تفضل اشرب شاي نعم لا بأس به بس لا والله ما أشتهي احتمال هذا إخبار احتمال بإشكال نعم هذا بإشكال يخبر أنه يخبر أنه ما يشتهي نعم أما المناشدة اقسمه عليك بالله اتفضل معنا اليوم تغدى معنا تعشى معنا مثلا هذا ما بيشكال لأن هذا قاع أناشدك ما أريد شنو ما أريد أثبت شيء خبار ما أريد أنفي خبار أما العقد شنو لا أنا عاقدتك على أن أبين لك المسألة وقيت لك والله لا أبين لك المسألة هذا مو إخبار هذا مو إخبار إثبات هذا إثبات العقد الذي لم تعاقدنا عليه أما مسألة دفع الضرار قلنا هذا واضح وهنا نسميها بالفقه نسميها قاعدة السيف كل شيء يجي به ضرار الشارع يرفعه بحكم قاعدة نفي الضرار فإذا كان توقف دفع ضرار على أن شنو على أن تحلف يجوز لك لو ما يجوز لك زين إذن الآن نجي للحالات العادية يريد يحلف وهو صادق يجوز له يجوز له يجوز له يحلف على الإخبار ما يجوز لك دير بالك تخبر بأنه الآن السيارة تجي الآن زيد أجي الآن عمر ما أجي حتى له صادق شنو الكفار في المرة الأولى يقول لك سامحناك لفت سامحناك روح استغفر في المرة الثانية هم استغفر في المرة الثالثة شنو عليك شات كفار 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 شهر نعم وإذا زاد على الثلاثة إذا ما كفر ها ما تتكرر أما إذا كفر يعني حلف أول مرة وضيف تشنو حلف صادقا ها نعم وضيف تشنو نعم لا الاستغفار نعم حلف مرة الثانية صادقا وضيف تشنو الاستغفار حرف مرة الثالثة وضيف تشنو نعم دفع الكفار وهي شات نعم إذا دفع الشات وتكررت مرة أخرى المرة الأولى شنو استغفار المرة الثانية شنو استغفار المرة الثالثة شنو شات شات أما إذا حلف مرة أولى واستغفر حلف مرة الثانية وشنو حلف مرة الثالثة ما دفع شات حلف مرة الرابعة مرة خامسة هي شات واحدة هذا إذا كان صادقا وأما إذا كان كاذبا فالسيد السستاني حفظه الله يقول في المرة الأولى شات في المرة الثانية شاتان في المرة الثالثة بقر ولو كفر وجدد الحلف كاذبا وجبت عليه الكفارة كما تقدم هذا فيما يتعلق بالجدال الذي هو الحاج نعم أحسنتم سيدنا أحسنتم ننتقل إلى النقطة الثامنة وهي حرمة قتل الحشرات إذا تتفضلون علينا سيدنا وتشيرون وتسلطون الضوء على هذه النقطة أحسنتم المحظور الثامن من المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء هو قتل هوام الجسد والحشرات نقسم الحشرات التي يبتلي بها المؤمنون والمؤمنات لأن الكثير من المؤمنين والمؤمنتان يبتلون بالحشرات أثناء الإحرام وهذا كثير ما يكون في المزلفة وفي عرفات وحتى في منها أثناء الإحرام نعم إذا نقسم الحشرات إلى أقسام ثلاثة حتى تتضح القضية القسم الأول هناك حشرات لا تعيش مع الإنسان ما مرتبطة بالإنسان نعم مثل الدبابير أو الزنابير أو العقرب هاي إذا شكلت ضرر وشكلت خطر على المحرم جازة للمحرم قتلها نعم القسم الثاني من الحشرات لا تعيش مع الإنسان لكن تتغذى على دم الإنسان مثل البعوضة نعم مثل البراغيث برغوث هذا لا يجوز قتلها إلا في صورة الضرر إذا يتضرر تنقل مثلا عدوى هذا يجوز قتلها نعم وإلا فلا يجوز قتلها نعم المحرم يقدر يدفعها 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 يجوز ويجوز طردها وإبعادها يبعد الذباب عنها يبعد البعوض عنها نعم إذا حطت مثلا ذبابة على الطعام أو على وجه المحرم يجوز لأن يكش الذباب يجوز لأن يبعد البعوض عن وجهه عنها هذا ما ليشك القسم الثالث من الحشرات هي اللي تعيش مع الإنسان كالقمل هذا لا يجوز المحرم قتله لا يجوز المحرم إخراج حشرات البدن فإذا فعل ذلك فكفارته مد من الطعام نعم أحسنتم سيدنا الجليل وطيب الله أفاسكم سيدنا هل لنا أن نشير ما الحكمة من قتل هذه الحشرات أحسنتم هذا التساؤل في الواقع نتعرض له أثناء الحج من قبل الحجاج جميعا ولا سيم الشباب والأخوات ليشنون لحكم أنه سايب حوظة أو مثلا حشرات هوام البدن نعم للتعبير الفقهي لا يجوز هوام قتل هوام البدن الجواب شوف التفتوا أخي الكريم والمشاهدين الأكاري التفتون إلى عظمة الإسلام الله تبارك وتعالى يريد للحاج أن يكون ملتزما بالسلم الحقيقي فما يتعد على أي موجود أثناء الإحرام حتى لو كان ذلك الموجود أبسط موجود أصغر موجود وهو شنو نعم وهو شنو الحشرة نعم لكن لماذا حرمة الحشرة نعم الجواب لو كان الله تبارك وتعالى قد نهى عن قتل السباع مثلا لقاء لقائل إنها سباع ومخيفة وشرسة ومفترسة وفتاكة نعم فمسكين هذا أصلا هو ما يقدر يوصل لها نعم لكن لا لما نشوف الله تبارك وتعالى حرم على المحرم إيذاء حتى شنو أصغر مخلوق أصغر وأحقر مخلوق وهو الحشرة نعم هذا يعطي منتهى الأدب ومنتهى السلم نعم الذي يريده الله تبارك وتعالى منا حينما نرتدي شنو ثوبي الإحرام وحينما نتجه إليه أن نكون مؤدبين بهذا الأدب الرائع والراقي والعظيم وهو أن لا نؤذي حتى شنو الحشرة فكيف بالإنسان نعم فكيف بالآخر إذا تؤذيه هذا أي في الواقع جريمة تكون نعم هذه الحكمة التي تتعلق بما نعم ذكرتو أحسنتم سيدنا ضيب الله أفاسكم عطر الله أسمعكم وشكرا لكم على هذه الجولة الرائعة في بيت الله الحرام ونسأل الله أن نكون من حجاج بيته والشكر كذلك من وصول لحضوركم وتواجزكم معنا في هذه الحلقات القيمة الله يزل كذلك مشاهدين الأكارم شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى حلقة جديدة ولقاء جديد مع سماحة السيد قاسم الجلالي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة